انا النهاردة هعمل الحلقة داية مخصوص على انواع المايكروفونات اللي منت ممكن تستعملها في التسجيل انت ازفت يا بتاع البيانول وجعت دماغنا اهلا بكم بناء على طلب اصدقاء كتير ليا اذكر منهم اخويا وصديقي الفنان محمد سينجر اه كانوا عاوزين يعرفوا شوية معلومات عن المايكروفونات المايكروفونات اللي انا بستعملها في التسجيل سواء بسجل صوت سواء بسجل غنى سواء بسجل قالة موسيقية اه صوت بيتسجل في استوديو او صوت بسجله على الحركة مع تسجيل خارجي فالنهاردة انا هعمل حلقة يعني ملاش علاقة بالجتار هعمل حلقة ديت عن المايكروفونات عشان نفهم يعني ايه المايكروفون اه لازم افهم ان في نوعين من نقل الصوت للكمبيوتر او لجهاز التسجيل في نوع بيقولوا عليه الكندنسر مايكروفون اللي هو طريقة المكسف هو الكندنسر يعني مكسف اه حتى كان بينا من الكلمة ديت كندنسر يعني مكسف يعني الصوت بيطلع بطريقة مكسفة حساس الراجل دوت مركز جدا مع صوت طيب الكندنسر مايكروفون ده ايه 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 اه ليه بيبقى حساس كده هو بيبقى حساس لان فيه شريحة اه بيسموها الدايافرام وغبالك ديت اللي بيتحرك عليها الموجات الصوتية بتنط دي برعا بتبقى حاجة يعني زي ما تقول كده اه مارنة شوية تحرك عليها الموجات الصوتية تهزها من تحتيها في شريحة معدنية وغبالك الشريحة المعدنية ديت عليها شحنة كهربائية فكل ما الشحنة الكهربائية تيتأثر بالحركة بتاعة الدايافرام اللي فوق دوت الكهرباء بتتنقل من الشحنة ديت للميكروفون تعبر عن الصوت دوت وانت تترجمها من الناحية التانية على السماعة بنفس التفاصيل ديت فيطلع لك الصوت الشريحة ديت لما بتبقى مماغنطة بطريقة معينة بالكهرباء داخل فيها كهرباء شحنة كهربائية معينة موجودة فيها دي بتبقى حساسة اكتر اي حركة في الدايافرام دوت بتطلقت منها ده بيسموه الكون دينسر مايكروفون كل مايقات الستوديوهات بتبقى غالبا اه كون دينسر مايكروفون آآ بتستعمل في كل شيء يعني انت بتستعمل آآ ده نموذج لكون دينسر مايكروفون آآ الشريحة اللي هي المعدنية بتبقى جوه دي توفو ايها الدايافرام اللي هو اللي بيولقط الموجات الصوتية وبتاع آآ عشان الشريحة ديت بتستقبل من الدايافرام من ناحية معينة المايكروفون نفسه بيبقى ليه توجه يعني انت لازم بتتكلم فيه من قدامه ده بيسموه كارديويد كارديويد اللي هو جاية من كارديو زي الكارديو في احدات علاج القلب ما زي اللي عليها علاقة بالقلب ليه لان شكل الموجة شكل قلب فالموجة بتطلع من وراء مفيش خالص وبتطلع في شكل القلب جامدة بتستقبل حساسية بتاعته جامدة من هنا وبعدين يرجع وراء تاني مفيش النقطة اللي وراء دي بيسموها نقطة عامية فانت لما انت تتكلم فيه كده الصوت في ظهرك ما يطلعش فصوت المطر بيبقى متركز جدا من الوجهة بتاعت المايكروفون دوت فبيبقى حساس جدا للصوت دوت مميزاته ان هو حساس جدا بيطلع تفاصيل الصوت زي ما انت عايزها بالزبط وكمان حساس للقرب وللبعد منه فانت لازم تحافظ على مسافة معينة وانت بتسجل فاللو انت بتسجل مسلا اه غنية مسلا اه صوتك عايز يطلع فيها حالم او صوت مسلا اه عاطفي شوية بتقرب بينه بتهمس الصوت اما بيبقى اقوى اه الغنية فيها مسلا حتة عالية او فيها حاجة بتبعت شوية وبطلع صوت فيه طاقة اعلى فانت لازم تعرف المسافة بتدرس المسافة بينك وبين المايكروفون ده قد ايه بيبقى حساس جدا لها وبينقل تفاصيل صوتك بالتفاصيل بتاعتها فدي حساس جدا دي الميزة بتاعته بينقل التفاصيل بتاعته وليه كاركتر كمان يعني في بعض المايكروفونات مسلا في اه بيقولك دي بتطلع مسلا الناس للطبقة العالية في صوتهم حلوة بتبرز هذه الطبقة مسلا او بتبقى حساسة لهذه الطبقة فيه ناس الطبقة بتاعت البيز اللي عندهم ضعيفة فبيحتاجه مايك يبقى مسلا البيز بتاعه حساس شوية عشان الضعف بتاعه دوت يقدر يتعلق شوية في الميكس نفسه اهم عيوب المايكروفون دوت اولا انه نوعا ما مش رخيص هو رخص دلوقتي بس ده اغلى من المايكروفونات التانية شوية اه تقيل بترفس تحرك بكتير اه كمان فيه اشياء كتيرة من جواه ممكن تفسد بال بالسقوط والبتاع فايه بتحافظ عليه ما يقعش منك اه المايكروفون دوت بيلقط النويز اه اللي حواليك يعني لازم تسجل في بيئة مغلقة لانه هلطقت كل الضوضاء اللي حواليك سواء حد ماشي عالارض انت واقف بتتهز بتخبط بتعمل فالصوت كمان بتاع اي حد وراء اه بر حتى كمان اه في القوضة التانية لو القوضة مش معزولة صوتيا فعلشان كده بتستعمله في مكان مناسب معزول صوتيا كويس وبتهتم كمان بالحيطة بتاعتك اللي انت بتشتغل حواليك منها ليه لان الصوت بتاعك بيرتد في الحيطة وبيرجع تاني فلو المايك دوت مثلا بيستقبل من الحيطة اللي وراك صوتك مردود تاني مرتين فبيبقى صوتك مش ناقي فمن من من اه اكتر عيوبه انه هو بيحتاج بيئة خاصة عشان تقدر تشتغل به. اه تانية حاجة ما بيشتغلش ببلاش. ليه? بياخد كهربا. والكهربا طبعا مش انت اللي بتديه له. اه الجهاز بتاعك اللي هو اللي انت بتوصله بالكمبيوتر اه بيديله شحنة تمانية واربعين فولت. اه تمانية واربعين فولت دي يعني مش 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 حاسي بها لو سيبتها حتى شغالة على الجهاز مش هتفرق انت معاك حاجة يعني. مش هتكهرباك يعني. فهو بياخد تمانية واربعين فولت دول عشان يشحن الشريحة ديت. في بعض المايكات المتقدمة دلوقتي الشريحة دي جاية مشحونة يعني عليها شحنة جاية من المصنع كده. فبيحتاج خمسة فولت بس. الخمسة فولت دول مش عشان الشحن بتاع الشريحة دي نفسها بيبقى علشان الدائرة الكهربائية اللي جوه المايك نفسها تشتغل. فالخمسة فولت دول بيجوا من يو اس بي بتاع الكمبيوتر. ودوت اللي هيخلينا تكلم على تاني نوع من اللي هو الكندنسر مايكروفون بس بيشتغل باليو اس بي. عندنا نمازج كتيرة من المايكروفونات دي دلوقتي وبيستعملوها آآ ناس كتير بتوع اليوتيوب عشان يستعملوها في ان هم يتكلموا وهم بيشرحوا بيشرحوا آآ اي حاجة على على اليوتيوب آآ زي ما احنا بنتعلم كلنا زي ما انا البرنامج ده وطع اليوتيوب. فالمايكروفون بتاعهم بيبقى مواجهة خاصة اللي واحد بيتكلم آآ قدام فبيبقى فالشكل بتاع الموجة اللي بيستقبلها بيستقبل من قدام كتير قوي وبيرجع ورا على الشيب اللي هو بتاع القلب دوت ما بيستقبلش حاجة في البلايند سبوت بتاعته. بس طبعا اي نعكاس للصوت بيرتد برضو بيبقى. بس دوت بيبقى اقل حساسية للي بيحصل وراه واللي بيحصل حواليه. فآآ بينفع تكلم فيه كويس يعني ما يعني صوت بيطلع حلو جدا طبعا لما بتتكلم فيه. في مركات كتيرة منه. وآآ بيبدأ مسلا من على الامازون من خمستاشر وعشرين دولار مسلا انت يقدر تجيب مايك معقول يقضي الغرض يعني تتكلم بيه. طبعا انا مفضلش ان ده تستعمله ان انا بغني به مسلا في استوديو او اغنياء او العزف قدامه قاله. هم مش هيقول لأ. بس طبعا الافضل منه ان انا استعمل المايك اللي هو هيطلع الكاركتر بالزبط زي ما انا عايزه. يعني. آآ في شكل تاني من الاستقبال الصوتي آآ بيسموه اومني كارديو. الاستقبال الصوتي بيستقبل من قدام وبيستقبل من ورا. ليه? لانك ممكن يبقى معاك ضيف في الاستوديو اللي انت قاعد فيه دوت فانت محتاج هو يتكلم من ناحية دي وانت تتكلم من ناحية دي. وممكن كمان بتاعت المايكروفون تبقى من جميع الجهات زي ما احنا شايفين. فآآ على حسب اللي انت اللي انت عاوزه من المايكروفون بتاعك. انت حتلاقي المايكروفون المناسب ليك. انك انت تستعمله في الصوت بتاعك في التسجيل. المايكروفون عادة اللي هو بيجي آآ باليو اس بي هو مع اليو اس بي كابل ده وده بيوصل بالكمبيوتر على طول مش محتاج اوديو انترفيس. فدوت بيبقى حل سهل جدا للناس اللي عايزة تسجل كلام على اليوتيوب ومش عايزة يخش في قصة ان هو يشتري اوديو انترفيس ويوصله ويجيب كابل المايك والمايك يكون ايه وانا ده غالبا اللي بيعمل الكلام ده الموسيقيين اللي هو زي حالاتي كده. فانا بستعمل المايكات اللي هي الكندنسر على اوديو انترفيس لان انا بيوصل الجيتار كمان ويجي قصة استعني ايه. اه المايك دوت بيجي معه صغير للمكتب زي ما انا شايفينه كده يعني عامل زي بتاع الكاميرا الزغيرة وبيتحطوا ليه حتة كويتش من تحت علشان اه ما يحتكش بالمكتب وانت بتتكلم دوت لان احنا قلنا المايك ده بيبقى حساس جدا فاي اهتزاز في سطح المكتب لو كان خشبي مع مادة معدنية حيتنقل الضوضاء الزغيرة ديت للمايكروفون اللي انت بتسجل به. اه اه طبعا ما بتيجي تسجل بيلي تكنيك معين في التسجيل انك انت بتسجل تخلي المؤشر دايما اللي انت بتسجل بيه على الكمبيوتر او على الجهاز الصوتي بتاعك انك انت تخليه ما يوصلش للزيرو لان الزيرو في الديجيتال ده معناه حاجة سماها اللي هي الصوت بيتنقل في موجات لما يعلى الموجة ديت فوق الزيرو بيتقطع لان الجهاز بيعتبر ان دي ضوضاء عالية جدا عليه استقبلها فبيقطعها فتلاقي موجة مكسورة من فوق فانت تجي تسمع الصوت تلاقي الصوت وحش جدا في خروشة يعني ما ينفعش ان الواحد يسمعه فده بيسموه في في عرف الموسيقى كليب كليب بتلاقي اللمبة نورت في الاستوديو او نعم احنا المكروفون عالي وطي المكروفون شوية عشان يستقبل طاقة اقل يعني فطبعا ليه تكنيك معين انك انت بتستقبل بتسجل بيه ولكن في في الغالب لو انت عملته في اطار معقول طبعا انت هتبقى سامع بيسمع صوتك طالع ازاي فكويس يعني هيقضي الغرض طبعا للناس اللي بتستعمل اليوتيوب وعايز اتسجل على اليوتيوب تاني نوع من الميكروفونات اسمه الديناميك مايكروفون دوت او الميكروفون الديناميكي اه الميكروفون ده مش بيحتاج اه طاقة يعني هو بيحتاج ان هو بيتوصل على طول بجهاز الامبليفاير بيكبر الصوت هو في الديافرام دوت او الشريحة اللي بتستقبل الموجات الصوتية بتاعتك تهتز بيها تحتها في كويل كويل ده عبارة عن حاجة مغناطيسية متمغنط فاما تهتز بيه كده بالمغناطيس ده بيتحرك معاها اه ينقل الكهرباء يفتح الدايرة ويقفلها بنفس القوة بتاعت الصوت اللي داخل عليها وبيتنقل في خلال الكابل دوت بيروح لو انت بتغني مسلا في في صوت مكبر عشان يطلع الصوت بتاعك اه لو بتستعمل اوديو انترفيس في في الستوديو بتاعك بتوصل بالكابل على اوديو انترفيس ومش محتاج فانتوم باور بس لو انا سبت المفتاح بتاع الفانتوم باور موجود وسجلت به مش هيحصل مشكلة يعني مش هيكهربني اه المايكروفون ده طبعا اه في مركات كتيرة منه بيبدأ من 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 عاشرة وعشرين وعشرين دولار وساعات خمسة دولار كمان للمايكروفون الواحد بس طبعا بالكواليتي بتاعته بتبقى مش كويسة اه لغاية بقى ما بتوصل في ارقام كبيرة يعني اه من افضل الانواع اللي انا شفتها وليها اسبي كبير جدا في في السوق بتاع عالم الاوديو. اه الشور. الشور دوت اه مايكتمنه حوالي. تسعة وتسعين دولار. المايك دوت اه استعملته في فترة السبعينات والجزء من التمانينات فاكتسب شهرة عالمية فاصبح هو بتاع المايكروفونات اللي موجودة في في السوق اللي انت بتستعمله. ميزة المايكروفون دوت كمان هو ده مش ميكروفون شور المايكروفون شور شكل تاني بس هو ده ده تقليد لي يعني. المايكروفون شور اه فايدته كمان اك ممكن ترميه وبعد جدا ترجع اعتقد تاني حيشتغل. هو معمول اساسا على انه يبقى اه شغل شاقع. فمن المميزة بتات المايكروفون الديناميك مفهوش حتة بتحركة او حساسة كتير فمن الممكن ينجو من بعض الاسقاط بس هو عتعمل كده وعتاخده وترميه وتجرب ده. فده المايكروفون الديناميك اللي هو المايكروفون العادي اللي احنا بنسمع عنه دوت. طيب المايكروفون الديناميك دوت بيتوصل بالمكسر او بيتوصل بالامبليفاير بنوصل المايكروفون بالكيبل. غالبا المايكروفونات المحترفة حتلاقيها اه ليها حاجة بيسموها الاكس الار. اكس الار دي بيتوصل بتلات سنون من 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 المايكروفون دوت الكابل بياخد التلات سنون دول زي ما احنا شايفين دلوقتي هنا. الكابل بياخد التلات سنون دول. والناحية التانية التلات بنز دول بيخشوا في الميكسر بتاعك او بيخشوا في الامبليفاير. ليه تلاتة بياخد تلات تلات اتجاهات يعني. بياخد تلاتة لان اه بيسموه بالانست كيبل. بالانست كيبل يعني الكابل دوت متزم يعني متزم. اه التلاتة دول بتبقى واحدة ارضي. واحدة بتاخد الاشارة الكهربائية من المايكروفون تنقلها. والتانية بتاخد نفس الاشارة بتاعت المايكروفون تاني. طب ايه فايدتها انها تاخد الاشارة مرتين. الكابل دوت في حوالينا في القوضة موجات كهرم وهناتسية ولمبة مولعة وكاميرا بتصور وحاجات كتيرة قوي. الكهرباء ديت ما بتأثر على الكابل بتاع الصوت بتدي زبزبات صغيرة كده كهربائية ماشية في السلك معاك برضو انت ماشي بيسموه الضوضاء ديت. فكل ما السلك يطول بيلمي ضوضاء اعلى فعلى ما توصل للاخر ويوصل للمصدر بتاعه يكون خلاص بقى وصل يعني معا تيجي تكبر صوت لاقي فيه اه بحة وتشة وزنة حاجات كتيرة قوي. لما بيبقى السلك اللي رايح الاتنين عبارة عن السيجنال بتروح وبطريقة معينة في نهاية الكابل ترتد تاني الضوضاء في نفس الاتجاه فتلغي نفسها. تعدي الاشارات الدوضائية من الناحية التانية تلغي نفسها فيوصلك السيجنال على الاخر تصل لك سليما. اه الميكانيكية بتاعتها بقى ازاي دي بتوع الكهرباء اللي يحكو لك عليها. ولكن ده بيسموه كده الكابل البالانست. فالكابل المتزن او البالانست دوت بيسمح لك انك انت تمشي مسافات طويلة. يعني ممكن تمشي خمسة عشرة متر ما يبقاش عندك مشكلة خالص في الضوضاء. فهتلاقي كل الكابلات الاحترافية بتاعت المايكروفونات بتتوصل بال دوت. بالتأكيد كل اللي بتتوصل بالاديو انترفيس لازم هتلاقيها غالبا يعني ما انا ما شفتش حاجة انها بتتعامل باتنين. واحدة بتبعت الاشارة واحدة بتبعت الارضي. فدوت ميزة زي ما قلنا ان هو سهل بيستحمل كتير برميه ويرجع لي تاني بشتغل بيه بقدر اتحرك فيه. اه حساسيته مش مفرطة قوي. فبينقلك تفاصيل الصوت وبطلع الطاقة بتاعتك من غير ما يبقى الصوت ما للدنيا. يعني بيلقط التفاصيل كويسة وبيستعملوه بالزات في الاصوات بتاعت البناء ادمين في في الفوكل. ليه? لان الطاقة اللي بتطلع من من جوة البناء ادم دي وحنجرة ممكن تطلع عالية تطلع واطية. فالمايكروفون ده بيتطوع مع الصوت اللي بيستقبله ما عندوش مشكلة معاه. وفي نفس الوقت تبعين التفاصيله بيبقى جيدة جدا وجميلة جدا. فالديناميك مايكروفون ده مشهور جدا في اللايف. الناس عايزة في جو ما انتاش متحكم فيه زي ما اتفقنا. فدوت في الجو اللي انت مش متحكم فيه في الهواء يعني. ده حلوة قوي دوت. المايكروفون اللي هو الدايناميك ده. طيب طب انا عايزة اسجل على اليوتيوب اجيب بدايناميك ولا كندنسر. انا هقول لك بقى في حاجات تانية جمعا اه. في عندنا حاجة اسمها الليفاليا مايكروفون اللي هو المايكروفون اللي بتحط اه في الكروفاتة. زي اللي انت شايفه اه معايا دوت اللي انا بقى سجل بيه وبتكلم بيه دلوقتي. فبتهالي كده الصوت هيبقى مايه انه انا خبطت عليه. اه المايكروفون دوت اه زغير جدا وبيتوصل بالنحية التانية او بتربط في التي شيرت مثلا او البولو شيرت. وبعدين بتوصل الناحية التانية بالاوديو انترفيس او بيخش على الكمبيوتر على طول او بيخش على الايفون. يعني انا ممكن في مايكات جديدة طالعة للتليفونات بتاعتك لو عندك ايفون او عندك اندرويد تليفون بيتوصل على طول الكابلة دوت بالفتحة بتاعته وبتحطه في في التي شيرت بتاعك بتاعته في جيبك وبتسجل به. آآ بيشتغل بيسموه كأنه فيلد ريكوردر فيلد ريكوردر انت بتتحرك به في كل حتة. مستو انه هو قريب جدا من مصدر الصوت فمقريب من بقي فبتكلم فيه الناس بتسمعني بوضوح ما بيلقطش قوي من الضوضاء بتاعت القودة بس بيلقط منها ولكن مش مش من الدرجة اللي تأذيك لو انت بتتكلم يعني. مش هنفع اغني فيه لان هيبقى حواليا طبعا ضوضاء كتيرة مش هنفع مش هحبها في التسجيل بتاعي. ولكن لو انا بتكلم لايف او بغني لايف يعني انا مش شايف ان هو يعني وحش خالص بالعكس. آآ بيبقى كمان عليه يعني الحتة ديت علشان دي بيسموه ديت آآ بتمنع حرف او الهوى لما ييجي على المايكروفون دوت اللي انا حساس شوية فبيجي عليه يعني يطلع الصوت مش مرغوب فيه. فطبعا حتة السفانجة ديت بتمنع الضوضاء ديت. بسجل فيه تطبيقات كتيرة بتنزل على التليفون آآ كلها مجانية وفيه منها بتدفع شوية عشان تاخد متقدم شوية. ما فيش مشكلة. آآ كل التطبيقات ديت بتنقل الفايلات بتاعتها للكمبيوتر بتاعك بتتنقل بيبقى عندك بالزبط التسجيل اللي انت سجلته مفيش اي مشكلة فيه وكل حاجة عندك مظبوطة. فانا اشجع طبعا الناس اللي بتسجل على اليوتيوب وكده انها ممكن تستعمل دوت او مايكروفون او يعني يعني الكليب بتاع الكرافاتة. بيستعمله طبعا في المؤتمرات لانك انت بتحتاج في المؤتمر انت بتتحرك. فمن ميزة هذا المايكروفون انك انت تقدر تتحرك به في كل في كل اتجاه من غير ما تتأثر مايكروفون متحرك معاك. وما بيلقطش من الهدوم لو انت ركبته كويس الكابل بتاعه بيبقى متني بطريقة معينة والكليب بعيد شوية مفصول عن المايكروفون زي ما احنا شايفين كده. آآ فبيخليك انك انت تتحرك بحرية شوية في نطاق طبعا ان الكابل بتاعه يكون مكفي في الكابل بتاعه صغير كده. ممكن انت تتميله بس طبعا اللي هو بتاع الايفون دوت هيبقى صغير اولا. المعتمد انك انت هتحط تليفون في جيبك يعني. آآ المايك دوت آآ ليه كمان وصلات للايفون سيفن اللي عنده ومعندوش اللي هو بتاع الكابل دوت فيه الايفون بتديلك آآ آآ بتديلك مع الايفون بتديلك كابل آآ يدخل في المايكروفون بتاعك وبيدخل من ناحية التانية في آآ الايباد او الايفون وبتقدر انك انت آآ تشتغل به بالزبط كانه كانه ما متزبط بالزبط على طيب في المايكروفون الكندنسر انا عندي مشكلة برضو زي ما قلنا المايكروفون حساس جدا. فطبعا لازم لي ان انا استعمله حاجة مخصوص عشان آآ تخلي الصوت يطلع نقي في المايكروفون من غير اي ضوضاء او اي آآ خط او اي حاجة يعني من 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 غير مرجوب فيها. آآ الحاجة دي بسميها البوب فلتر. البوب فلتر عبارة عن دايرة محطوط عليها نسيج. اغلبالك. النسيج دوت آآ بيمنع الصوت انه اتحرق حرف البي او حرف البي انه هو بياخد هو الطاقة اللي فيها ديت ما بيوصلهاش للنحية التانية اللي هو بتاعها للمايكروفون ده بيسموه بوب فلتر. البوب فلتر دوت بيتركب بآآ مصورة كده آآ على المايكروفون على الستاند بتاع المايكروفون وبقدر اتحرك به آآ زي ما انا عايز عشان احطه في الاتجاه اللي انا هتكلم منه. آآ دي بتساعدني على حاجة برضو ان انا المطرب او اللي انا بسجل الصوت بتاعه بيبقى عارف المسافة بتاعته بالزبط اللي هتبقى من المايكروفون ايه فما يتحركش بعيد بقى او او ايه ازبط الصوت بيطلع آآ في كل اتجاه يعني بيطلع آآ صعب جدا على مهند الصوت. لما انا بحط له البوب فلتر ده بيبقى عارف ان بققه لازم هيبقى وراه هنا على طول. فهو عارف المسافة بتاعته اللي انا بحطها له من المايكروفون ده. المايكروفون الكوندنسر طبعا بقدر اسجل بيه كل حاجة. اسجل بيه آآ آآ جتارات. اسجل بيه الصوت بين اقدمين. آآ ولكن حساسيته المفروطة هي اللي بتخلينا النحطات ليه قوي عشان يطلع الصوت زي ما احنا عاوزين. نوع تاني من المايكروفونات آآ بيجي كوندنسر وبيجي الاتنين اللي انا عاوزي. اللي هو ميكروفون الالة. مايكروفون الالة بتلاقيه بالشكل دوت. آآ الكابسولة بتاعته بتبقى صغنطوطة شوية. والمايك بيبقى عامل زي مسلا القلم او شكل شكل القلم ده. ليه? لانك انت المايك ده الكابسولة بتاعته صغيرة دي انت بتوجيهه بالزبط على الاتجاه بتاع الصوت بتاع الالة فبيركز جدا الصوت اللي بيلقوته بيبقى من هنا. بيبقى من وره طبعا تقريبا ما بيلقوتش حاجة من وره فده مركز جدا على اصوات الالات. فده بس تعمله لما باجي سجل جيتار او بسجل او بسجل آآ حتى فوكل بينفع في الفوكل لما بحطه كده ولكن عشان الكابسولة بتاعته زيارة بتبقى صعب شوية ان انا استقبل بيه الاسوات بتاعت الصوت. فبيفضلوا طبعا انهما مستعملوش في الاسوات بيستعملوا يعني معناها الكابسولة بتاعته عريضة عشان تستقبل الاسوات بتاعت بتاعك يطلع كل الخريطة بتاعتك بتاعت الفريكنسي. اهم حاجة وانت بتشتري مايكروفون تشوف الخريطة بتاعت الفريكنسي زي ما انت شايف كده. الخريطة بتاعت الفريكنسي دي بتقول لك بالشكل دوت لو لو هتشوف الزيرو بتاع الديسيبال دوت هتشوف الحساسية بتاعته للموجات الصوتية. الناحية اللي انا شايفها على الشمال ديت دي ناحية الغليزة في الصوت. دي اللي بيبقى الصوت الغليز فيك. صوت البيز. لما انت بتشوف عندك حتى في كنت بتزبط الكاسد زمان بتاعك ناحية الشمال دي اللي بتطلع اصوات الغليزة. والناحية اليمين دي اللي بتبرز الاسوات اللي بتبقى حدى. فبالزبط فهي في الخريطة دي كده. الناحية اللي على الشمال دي كلها حساسيته للاصوات الغليزة. والناحية اللي على اليمين دي كلها حساسيته للاصوات الحدى. هتلاقيه طبعا غالبية المايكروفون تبقى حساسة شوية للحتة الحدى. والناحية الغليزة في الاخر بتنزل تحت. افضل المايكروفونات كل ما تلاقي الخط ده يعني بيستقبل كل الموجات تقريبا زي ما انت بتسمحها. ده معناه ان المايكروفون دا هيبقى امين في نقل الصوت دوة بتفاصيله. هو تفاصيله كده فيه كتير. هينق�동ه فيه كتير فيه كتير. هيبقى في كتير. هيبقى عادي هيبقى عادي. وانت بعد كده ما اتخذه في لما home بقى بتتحسن الصوت بقى بانك انت اه المهندسين الصوت يعلوا شوية البيز يخفضوا شوية موجات معينة يخفضوا شوية المود رينج. مثل بيستعملوا بيديهم مورونة اكتر. فكل ما كان الميكروفون امين في نقل الصوت بامانة كل ما بقت خلاص مشكلة مهندس الصوت بس ان هو ايه يبرز اه مناطق الجمال في في الصوت اللي هو بيستقبله ده واتمنى بالحلقة دات الناس تكون فهمة يعني ايه مايكروفونات واشوف ناس كتيرة على اليوتيوب بتعمل برامج واشوف ناس كتيرة بتسجل موسيقى الموضوع دلوقتي ما بقاش محتاج اه تقنية عالية بقى عند عندك في البيت دلوقتي استوديو احسن من يعني ما كانش عندهم استوديوز اللي عندك دلوقتي في جهاز كمبيوتر انت بتملكه يا فاتمنى ان المواهب تطلع والناس تبدأ تتعلم وتعلم ناس وتنتشر ثقافة احنا ما كناش نعي حاجات كتيرة منها واشوفكم المرة الجاية اشتركوا في القناة